الحقيقة فوجينا بالامس ان السيد اسامة الازهري المستشار الديني للسيسي وطبعا اسامة الازهري لا تعرف او لا احد يعرف كيف ولماذا اختاره السيسي ليكون مستشارا دينيا يعني قبل ما يجي السيسي اتحدى ان يكون اسامة الازهري له تواجد كثيف يعني وحاجة عظيمة كده وعالم جامد جدا بحيث انه يبقى الراجل جاي منشن على انه هو ده اللي هيبقى يعدل الميلة لا واضح انه يعني الحكاية مترتبة من زمان بالنسباله وفيه لينك كده ما بينهم ويمكن النهاردة وانا في خطبة الجمعة كنت بسمع بس لأحد الخطباء وبيفكرنا بقصة الرجل اللي راح قال انا بخاية الثوب للحجاج هلا انا من اعوان الظالمين قال له لا انت لست من اعوان الظالمين انت من الظالمين انفسهم انت من الظالمين يعني فتخيل هذا الرجل اللي هو مستشار ديني للسيسي والمستشار الديني معناه انه يعرف مستشار ديني للرئيس المفروض انه يعرف الرئيس بالدين او يعرفه بي اذا كان يعني يقدر يعرفه انتوا عارفين ان احنا السيسي بتاعنا عارف كل حاجه عارف كل حاجه يعني ما يعني ما يقدرش ابدا حد يقول له حاجه مش عارفه ده فهمناها سليمان يعني فالمفترض ان دور المستشار الديني انه يعني يعرف الرئيس معلومات ديني ثم يأمره بالمعروفة انها عن المنكر يقول له يعني فندم الموضوع ده فيه شوية ظلم للناس طب لاشا فندم الحكاية دي بالحسنة برضه مش هيدخل يقول له كده فندم بس يعني عشان ناس المظلومة وفيه ناس كذا وفيه كذا وفيه ناس ممنوعه من من اولادها لمدة عشر سنين وفيه واحد اسمه بس المعودة انت بنفسك عرضت عليه الوزارة وهو رفض وبعد كده خليته ارهابي ونكلت به كده شوية حاجات كده يا فندم بس يعني فيعني الواحد دي احلم يعني انه ده يكون دور المستشار الديني المؤمن انه اسامة الازهاري كان في زيارة الى دولة اندونسيا والجماعة الحقيقة في جنوب وشرق اسيا عندهم يعني ولا غير طبيعي بالازهر وبالمصري انا بقول لكم انا قبل ما اشتغل في الاعلام ولا حد يعرفني يعني انا ممكن دوقتي مثلا تقول لحد شايفك قبل كده ولا بتاع انا قبل ما اشتغل في الاعلام قبل الانقلاب وقبل الصورة مكرر قلت صحفي بتاعي اللي في العمر اللي عملتها سنة 2012 تقريبا تقريبا واحنا رايحين من مكة المدينة كده بنزلنا في البنزينات الصراحات اللي على الطرق دي وبس شافني واحد ما عرفش والله من اندونسيا ولا من الدول العظيمة دي ومصمم بقى انه يبوس ايدي ان انا مصري اللي هو المصري ده بالنسبة له يعني اللي هو ايه يعني الشيخ شعراو يا عم بقى انت احسن مني الف مرة ده بفروض ابوس ايدك انتوا اللي ما بتعرفوش اللغة بتعرفوش العربي وحفظين القرآن وحفظين كلامه فهم عندهم في بلاد جنوب شرق اسيا تقديس للازهر والمصر بشكل الحقيقة يعني يفوق الوصف يفوق الوصف لكن المفروض يجي دور العكس بقى دور العالم نفسه الذي يظهر اخلاق وسماحة الاسلام لكن نفاجأ باني الشيخ اسامة الازهري نشرق على حسابه الصورة اللي هي متشال على الاعناق والناس ماشي بيه زي ما انتوا شايفين كده هو اللي نشره على حسابه يعني مثلا مش هنقول انه الصورة اتخذت على حين غفلة لا ده هو الراجل نشرها على حسابه طيب ده ده المشهد بتاع المسلسل محمد رسول الله فاكرين محمد رسول الله الجيل اللي زي هو الافتكرو الشباب بيعرفوش كلام ده لما عملوا مشهد قارون قارون عليه لعنة الله لما خرج خرج على قومه في زيناته ده مشهد قارون اول ما شفته اللي هو نفس العبيد شايلين الراجل ومشيين بيه بتاعه الحقيقة بغض النظر يعني هي الف به هو هنا متشالش غصبا عنه يعني معلش هاد الصورة تاني يا خالد الصورة هنا ده زي عارفينتوا النعش اللي بتعمل ده حاجة مخصوصة ايه فهو الراجل تحط عليه قاعد عليه زي الهاوداج زي بقوله مسؤول هوداج بتاع النساء فهو ايه الراجل تحط عليه وتشال فهو كان يملك هنا القرار من الاول لا اه ودي الف به تقال من اي حد بقولكم لو لو حد حاول يبوس ايدك الطبيعي حتى ما شايخنا الكبار اللهم ما يستحقوا يا جوز طبعا تقبيل هذه العلماء يعني يستحقوا انك تبوس ايدهم ورجلهم دايما يسحب ايده كده فانت تتحط على الكرسي ده ويشلوك ويمشوا بيك ليه تقولهم لا 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 شكرا لا يا جوز كرامكم الله هذي منزلة فوق رأسي وانتوا وتقولهم كلمتين كويسين جدا وتقولهم كلمتين كويسين جدا لكن بتعايش المشهد ده انتوا عارفين انه في قصه شهيرة جدا واتعملت في المسلسل بتاع الشيخ الشعراوي هو اتحكت اكتر من مرة الشيخ الشعراوي لما تشال بالعربية شالوا بالعربية طلبة بتقدس شالة العربية نوع من التكريب الراجل هو ماشي نزل قال له وقفنا عند الجامع ودخل نظف الحمامات في مشهد ربنا ارزقه فيه الاخلاص طبعا بيقدد فيه نفسه يا جماعة القاعدة اللي حطها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ان النفس لأمرت بالسوق النفس حديث القرآن عن النفس صعب جدا اما منها النفس عن الهوى النفس دي لازم تبقى انت مسك لها اللجام كده عشان لو لو سبتها هتضرطع بل يريد الانسان ان يفجر امامه فالشيخ الشعراوي دخل يكسر نفسه لانه شاف انه عارف انت دي حاجات يعني ربنا عافينا منها جميعا الناس المشاهير والحاجات دي بتبقى اهو يا ناس عايزة تتصور معاها وبتاعه فانت لو مخدتش بالك وعشت الضر روحت في داهية روحت في داهية دنيا روحت في داهية دنيا واخرى فالشيخ الشعراوي دخل كسر نفسه نظف الحمامات بايده فازاي يعمل حاجة زي كده ازاي يعمل الصورة التانية دي الستات بيمسحوله يعني مش بيمسحوله بيتمسحوا فيه بيتمسحوا في حزاؤه ده ايه ده اهي الستات بيتمسحوا في حزاؤه طبعا هم الناس يعني دينهم الحمد الله على يعني على بسيط هم افضل يعني بس بيعتبروا بقى البركة اللي بيتمسحوا فيه ايه ده ما هذا ايه ده انا واحد بعرفش الاسلام يعني انا هتكلم على طبعا فيه موجات يعني عظيمة شغالة دفع بكل السبل في طريق الالحاد تعرفين طبعا تدخل على كلاب هاوس وتدخل على الغرف ومش عارفين ناس شغالة فحت وردم في الالحاد ربنا يهدي او ياخد يعني ربنا يهديهم ما هداهمش ياخدهم ف لو انا مش مسلم بالاس بقى وتفرقت على المشاهد دي هل المشاهد دي تكون مغرية ليه ان انا اقرى عن الدين ده وادخل فيه اصلا يعجبني اصلا المشاهد ده اقول الله ايه ده الدين ده جامد جدا ده ايه ده مش الله اللي بيتمسحه لا يفرق ايه عن الجماعة اللي بيتمسحه في البقرة وبييتمسحه في اله في اه اسمه ايه ده بوزة وغيره من الحاجات التاني يفرق ايه هي هي كل واحد شاف انه الشيء ده بتاعه مقدس الحقيقة يعني سلوك عجيب بغلط النظر عن خلاف سياسي يا جماعة ده ما فوش خلاف سياسي عشان ده مستشار السيسي الدين والكلام ده كل ده لو لو مستشار مورسي الله يرحمه لو عالم من العلماء مين ده ده سلوك غير مخبور وانت بتشوف احمد الطيب احنا الطيب ما راحوا يرفض الحكاية دي طلبوا انه يشيلوه قالك لا لا يمكن حد يشني ده امام الازهر والرجل يعني معلش يدف ربعشرة زي ده لما حبوا يلبسوها عمه غير عمه الازهر قالوا لهم لا معلش العمه فخمة كده قالوا لا انا 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 عايز العمه بتاعتي حادش هقوله لا انا حادش هيكبره عشان بس تفتكر انه ده نوع من انواع الاجبار ولا حاجة فيش كده الحياة سلوك غير مفهوط نشوف الناس قالوا ايه عليهم المهدي المحتصر مش المنتظر المصيبة الاكبر انك مقتنع بالفعل ده ونشر على صفحتك اتقل لا ده دعا عباس هدير بتقوله اذا افترضنا جدلا من مسلوك مقبول فكونك تنشر بنفسك مع علمك ان من ورائه ستحدث فتنة وسخرية وسيهين ويكفر الناس بعضهم فهذا لا يعني الا انك شخص الاسف سفيه والله العظيم ان اللهم انا نبره اليك فادي بيقول شغل اولياء على ميا بيضا الراجل بيزبط بعد كده انتوا عارفين ان علي جبعة بعد ما ساب دار الافتاء علي جبعة كان عنده طموح ان يبقى شيخ الازهر عنده طموح بس يعني خلاص بقى لما طلع قالك واعطوبة لمن قتلهم وقتلوه عمل كده عارفين انتوا وقتلهم وقتلوه ودور ريحته بوحش ما جابتش معا نتيجة ملقاش بقى فراح ايه مكتفي ان يعمل طريقة فعمل الطريقة اللي مش عارف ايه اللي هي بقى شيخ طريقة يعني هو عمل طريقة جديدة للاخ علي جمع كأنه الطرق الى الله مستنية طريقة علي جمع فعمل طريقة جديدة فبرضه الراجل الاسامة الزاري بعد ما يمشي السيسي برضه يبقى عنده رومينا نعلى او ليه على ميا بيضا يعني زارع بيقول ربنا يعوض علينا ابراهيم يحيى بيقول غفر الله لك يا دكتور اسامة حتى لو فعلوا ذلك معك اكراما واكراها لا مش اكراها ما فيش اكراها انا شرحت لك انه لا يمكن يكون اكراها فلا ينبغي لك نشر ذلك بهذه الطريقة كأنما ابحت عرضك للناس ليطعنوا فيك وما ابقيت لنفسك ولا مدافع عنك عذرا ده واحد من مؤيديه يعني مش عارفين مش عارفين ندافع عنك لم تسئ لنفسك فحسب بل اسأت لنفسك ولمشايخك ولأهل التصوف وللأزهرين يا جميعا كنا نظن ان عقلك وعلمك اكبر من ذلك ده واحد من مؤيديه بشدة هو كاتب له كلام يعني تمام النمروض هو رايح يتحدى سيدنا ابراهيم ده طبعا تريأها بهجت بيقول اتفهم كون الناس في شرق اسيا وعظمون الاسلام ده الكلام لا انا كنت بقول هولكو يعني اتفهم كون الناس في شرق اسيا وعظمون الاسلام ويحبون اهله لدرجة ان يحملوه فوق الاعناق صغيرا كان او كبيرا لكن ان يختال هذا المتعالي بحمله فوق اعناق المسلمين واضع الصورة على صفحته لأكبر دليل على ان نفسه خاوية مصابة بالكبر والغلو هؤلاء الذين يحدثونا لنا نهار عن الزهد والتصوف والضغاضع والانكسار لله ابراهيم امين بيقول الحمد لله لكم منتات تدل على ان الشعب المصري شعب واعي وعارف دينه كويس ومن هم علماء الحق ومن هم علماء الضلال بارك الله فيكم طبعا طبعا يا ابراهيم انا باكد على كلامك وبقول الناس وايا جدا وعشر سنين من محاولة غسيل وتغييب مفاهيم الدين الحقيقية لم تثمر عن شيء عشر سنين بقولك عشر سنين شغالين على مية بيضة ولم تثمر عن شيء الناس فهمة كويس جدا الناس فهمة كويس جدا والناس تستطيع عن الحمد لله يعني تفرز بشدة وتميز بشدة بين الغث والثمين العلماء الحق وعلماء اللقطة والمنظر اشتركوا في القناة